بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أليه وصحبه أجمعين كان القلاب الذي وقع ثلاثين يونيو يعتقد قادته أن الأوضاع ستستقر لهم بعد مدة قصيرة لأنهم استطاعوا تفريق الشعب فقالوا إحنا شعب وإنتوا شعب وقالوا لنا رب ولكم رب وكعادة المستكبرين إذا أرادوا أن يسودوا يفرقوا الناس ويجعلونهم شيعا وقد فعلوا لكن الله تعالى يطيل من عمر هذه الثورة التي تطالب بالحرية وأن تنعاتق من ربقة الاستبداد العسكري الذي زثم على صدور المصريين أكثر من ستين عاما لأنهم إنما كانوا يعتقدون أن الشعب الذي يتعاملون معه هو شعب الخمسينات والستينات من القرن الماضي لم يعرفوا أن جيلا جديدا خرج يتنفس الحرية وأن الله يغير الشعوب كل أربعين سنة كما قال الله في السنة الكونية أربعين سنة يتيهون في الأرض فبعد التيهان والتيه يخرج الله هذه الفئة المؤمنة الثابتة الصابرة التي ملأت الميادين 18 شهر بعد الانقلاب ما خلت مصر يوما من مظاهرة كان الإعلام يقوم بالتعتيم وكان يعتقد أن الأيام ستجعلهم يكرهون ويعودون إلى ملاجئهم لكن بداية الذكرى الرابع على قيام الثورة ثورة 27 يناير شهدت الميادين انطلاق ثورة عارمة جددت الدماء وانضاف إليها كثير من المغفلين الذين انضافوا إلى الانقلاب 36-2013 لأنهم كانوا يعتقدون أن بانحيازهم إلى ذلك يريدون تحقيق الحرية ولم يكنوا يضر بخلدهم أن السيسي يريد استعمالهم فقط ليضرب بهم الإخوان أصحاب الحق الشرعي والإسلاميين ولم يضر بخلدهم أنه إذا انتهى منهم سيعود إليهم فلما رأوه قد عاد إليهم وسجنهم وأخرس ألسنتهم والعصى التي ضرب بها الإسلاميين ضرب بها أيضا هؤلاء فانتهت صلاحيتهم بعد أن استخدمهم فأفاقوا بعد حين فانضبوا لكن كان استقفاقهم متأخرا لكن أن يأتي الاستيقاظ المتأخر خلو ممن لا يأتي فلما انطلقت في الذكر الرابعة هذه الأفواج الهادرة وخاصة في المطارية في القاهرة جعلت إعلام الانقلاب يصرخ ويقول عليكم بضربهم لا تكرروا تجربت ما يسمى برابعة رابعة انتقلت إلى المطارية عليكم بالضرب على يد من حديد أبواق الإعلام المأجور تأمر العسكر أن يقتل ويقتل حتى لا تتحول المطرية إلى ربعة جديدة فدخل هذا العسكر وهو وفي لطريقة تعامله مع الثوار يضرب بالخرطوش والرصاص ففي يوم الذكر الرابعة سبعة وعشرين شهيد وعشرات الجرحة ومئات من المعتقلين والأسرى منهم نساء وطلبة وتلميذات وعاجزة لا إله إلا الله فأراد العسكر أن يضرب أكثر لأن الثوار لم يعد يخيفهم شيء لن يخسروا شيء إما الحرية والعيش بعزة تحت راية الإسلام وإما الشهادة وهذا المنطق لا يحارب هذا المنطق لا يحارب فماذا فعلوا؟ دبروا عملية قتل الكتيبة في سيناء هذه المجموعة من العساكر الذين قتلوا فأشارت العصابع مباشرة إلى هؤلاء الذين يسمون بيت المقدس أنصار بيت المقدس يا جسد قل لا إلى الإخوان وإلى أموان ما يهم شيء قتل هذا العدد بهذه الطريقة لماذا؟ ليقول للعصاكر إن أعداءكم يتربسون بكم فإن لم تقتلوهم قتلوكم كأن العسكر قادة العسكر اجتموا رائحة تردد بعض العصاكر في ضرب الناس لأن بعض الإعلام الإسلامي الذي ولد بعد الثورة رابعة مكملين مصر الآن والشرق بدأت توعي حتى العساكر تقول لهم عسكرت مولادنا رحوا للحدود ما تمارسوش سياسة إلا العسكر مارس سياسة العسكر يعرف غير ضرب قتل ضرب قتل ما يعرفش للسياسة ما يعرفش الاقتصاب كارثة أن يتحمل العسكر الذي لم يكن مؤهلا في يوم من الإيام للخوض في السياسة وفي الاقتصاب المهم حدث هذا الذي حدث فماذا وقع؟ قرار رقم واحد القضاء المصري يعلن أنك تائب عز الدين القسام منظمة إرهابية ربي 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 فهمت الآن دفع عن إسرائيل وفي ذلك إشارة إلى أن العسكر مقواد القدد يقولون بلسان الحال في رسالة إلى الصهينة وأمريكا ألم نعدكم أننا إذا ثبتنا على كراصينا وأعنتمونا ولم تقفوا مع الثوار والمظلومين المقتلين المحركين أنه سيأتي اليوم الذي نقتل فيه حماس ونحن نقوم بضربها فنحن نمهد لذلك عن طريق الإعلام والقضاء والقانون مصر دخلت في معركة الآن ليست قضائية ولا إعلامية حقيقية ومنين كنا نقوله هذا ومنين كنا نقوله هذا ومنين كنتم بارك ودفشو يا ودي راهد المصيفة ديال السيسي هذا عدو الله هذا خدم ديال اللي هوجه ديال إسرائيل هذا عدو الله ورسوله هل تشيري كنيجتنا؟ يغامل من ذرك حماس إرهابية وكتائب القسام الجنح العسكري إرهابية معناها النغزة واسم هي أرض احتلها هؤلاء الهرائبيين فلا يمكن لمصر أن تقبل في خاصرتها دولة إرهابية وخاصة هي محاذية لسيناء وأننا إنما نقوم بقتل السينويين وتهجيرهم فقط لكي لا يتم التنسيق بين السينويين وبين أهل غزة من المقاومين في ضرب إسرائيل يومني يا سيدي كتائب عزدي القسام العامة سيدي عندكم إرهابية هل هناك من جديد؟ القسام قبل ما تجيه ولا مرجيت أنتم معي هي كانت تقاتل إسرائيل وتقول أنا وجهتي هي إسرائيل وليست لدي عدوة مع أي كان ولن أحرف معركتي أبدا إلا في اتجاه إسرائيل ما الذي تغير؟ ما أنا من لي كنتم يكدر مثل الوساطة بين إسرائيل وحماس كنتم تدر بين إسرائيل والإرهاب أي كنتم تعترفون هذا الإرهاب ومع ذلك تدر الوساطة معاه معنى أقررتم الإرهاب وتعاملتم معه فإن كان هذا الذي تقولون تعتقدونه فإنكم تدينون أنفسكم لأنكم كنتم تقرون بالإرهاب وتتعاملون معه بالأمس فمن الذي تجدد مع حماس هي من بكره إياك إذن فأنتم إرهابيون ناء على المنطق الذي به تتعاملون مع الأحداث أنتم كنتم ووساطة مع إسرائيل ومع حماس وكنت دخلت حتى في مسألة المفاوضات على شاليت فمصر هي التي كانت ترأس جميع المفاوضين لحل هذه النزاعات ومسألة الهدنة ميراراً وتكراراً مصر كانت في الوسيط ولذلك أعلنت كتايب عز دلقسام مباشرةً بعد هذا القرار القضائي فقالت هو ليس قرار قضائي قرار سياسي سياسي مش قضائي سياسي ثانياً أن هذا القرار يخدم إسرائيل ثالثاً أننا لم نوجه ولن نوجه أسلحتنا إلا لإسرائيل رابعاً كيف يسكت هؤلاء على إرهاب الصهاين الوابع الذي يقول به دنيا كلها قتلوا الأطفال في غزة حاصروه ممنوعين كل شيء وتجي تقول الضحية المظلوم المحاصر اللي مغاون والخير في خوته وجيوا يقولوا له أنت إرهابي يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا إلا الثاني القرار الثاني تحركتي أقانيم أهل القلاب في مصر وضغطت من أجل إيقاف ما يسمى بالكنوات الأربعة يا الله سمعتني ببيل السلام عبد القوي يقول لعلنا غداً لن نكون فضغطت على فرنسا وضغطت في كل اتجاه من أجل إيقاف هذا الصوت الذي أزعجهم ثم قال وليست القسطة فقط هو المجاهدة والمحاولات العديدة لإسكات هذا الصوت ليبظل صوت واحد هو الصوت للقلاب قال لك المشكل هو التهديدات التي تأتي لهؤلاء العاملين بهذه القنوات قال لك والك التهديدات لا تخيفون نحن أقصمونانا هو الشهادة في سبيل الله ما رمي حنا ما عندناش عن المشكل قال لكم سمعت قبلة التعليق انتعوا على هذه القنوات قال ولئن أغلقت هذه القنوات فإن الله سيأتي بقنوات غيرنا وبرجال غيرنا ثانيا قال لئن قتلنا وأغلقت القنوات فذلك دليل على النصر قريب على أن النصر قريب قال تعالى في كتابه يقول لك ولما رأى المؤمنون الحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله القرار الثالث لا إله الله ورسوله وهو أغطر تعالى الخطاب دي البحر خطب السيسي بالأمس مع شلته من الفاسقين والمنافقين والمجرمين النصارى الإعلاميين هذا كنت يقولوا عليه ووجهه مصفر وكأن تغير النظام في السعودية بدأ يعطي بعض الثمار المر التي يحصدها الانقلاب شاء الله احنا لن نعول على ولكن هما اللي عولوا على البشر احنا غير نقولوا لأن الله هو اللي رأى المالك يسير كل حاجة دوام الحال من المحالة لا كل حال في خطابه قال أنا لن أكبل عيد المصريين أبدا ليقتصوا من القتلة واشهر رئيس دولة ولا رئيس عصابة كأنه يأمره البلطجية والمسيحيين وكل شيء يلوذوا قتلوا المصريين بلا بينا يقول له انتا قاضي تحكم باللي هذا ظالم وانتا منفذ تقتل ومنين تقتل قول هذو إخوان ولن يتابعك أحد أعطى واحدة قويلة واحدة مخيرة واحدة واحد المثال قال لك هذه مرأة ولدها يقرى في الروض جاءوا البلطجية حرقوا الروض حرقوا شكاة مسكينة للبوليس جبهوا القاتل دا واهتم ما قال له ما عارش بلي هذا الروض يا الإخوان راي ربينا الإخوان جاء دال له التعظيم السلام يمكن لأي مصري إذا أراد أن يقتل أن يقتل بأريحية فإذا أخذ إلى هذه الأماكن الإجرامية يقول هؤلاء إخواني إشعال الفتنة والنار إشعال نيران القتل هذا رئيس دولة هذا هذه الدولة الدولة هي توقف مع المظلوم إشعال الدين فقد أطلق أيدي الناس والعابثين والبلطجية والرجال الأمن وآخر قصة واسمها جرح أحد الشباب يا كاسي جرحوه فأخذ إلى المستشفى دي بضوه وضربوه وعذبوه غلي قتلوه وغلي دول المستشفى دول المستشفى وداله لو واحد راجل الأمن يحرصه دي قوته ضربه بسبعاً طعاً رصاصات في المستشفى واسمه قال له قد قود الآن يعني لجرائد قال له باظل هذا الراجل باظل تبارك الله عليه اننا اننا بهذا المصيبة انتهى هذه الإخوان وش عاد الدوية وعد تعرفوا اسمه قال الحمد الكريمة او لم تعرفوا اسمه قال الدكتور حمد الكريمة الحمد الكريمة تعرف اسمه قال القبينة قال لهم شوفوا الله يخليكم أنا اناعطيكم واحد طريقة باش تنوا بها ؟ الاخوان الاخوان ما شي هوما اللي تقتلوا وتحمسوهم الاخسولاد هم والنسان تاحهم تمنعهم من القراية تمنعهم من الدعم تمنعهم من التموين قال له احتل اخوذك قال له ولا تزير وزيرت 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 هذو اخوان من البين والجد والولاد وكل شيء ويا ربي تستر يا ربي تستر يلقى الله تعالى بدعوة النسي للقتل وعاد على جمعة في هذه الجمعة يقول اضرب في المليان اقتلوهم فأنتم عولى بالله منهم او يا ابن عمي عود لها كيفاش هذه المصيبة هذا ما باش او يا ابن عمي سبحان الله واما الرابعة فان اثار دعوة السيسي المصريين ليطلقوا ايديهم في الشعب قتلا وترويعا فجاءت اقبيلت فاول ادارة استجابت لهؤلاء هو القضاء الذي يعتبر نعلن ينتعي له العسكر صباح القضاء قضاء فحاكما قبيلت على 183 واحد بالاعدام جملة وتفصيلة ما فيه واحد وبيناتهم شكون امرأة وبيناتهم شكون زوج عائلات كاملين الدكتور غزلان الله يحفظ حكم علم الاعدام هو وولدات وكل شيء قالوا له هذا الحكم قال له نحن لا نعترف بهذه المحكمة ونحن امانين هي ان نستشهد في سبيل الله المسألة عندنا هي عرسنا الى التحكم علينا بالاعدام ومشينا عند رب الشهداء ذلك ما كنا ننتمي وهذا عرسنا وليعلم هذا الانقلاب انه الان يترنح وان اعماله هاته تعني انه فقد البوصلة وان حر الثورة وصلت الى جداره ولذلك هو كالافعة الذي ضرب الى رأسها ولم يقتل فاعطوا لرأسها حتى تقتلوها لا تتركوا الافعة حتى تستعيد وعيها هكذا هو الان النظام السيسي اصيب في رأسه اصيب بدوخة فعلى الثوار ان يستمروا فانما النصر صبر ساعة تحيات الشعب المغربي الى الشعب المصري العظيم الى الشعب المصري العظيم ورسالة الى الاقباط الان تهيأون لتكونوا وقودا للمعركة لتحولوها الى معركة طائفية خاسرون ان اطعتم هؤلاء انتم شعب مصري مواطنين مصريين الاحسن لكم ان تلتأموا مع المصريين الاخرين ضد الظلمة فالظلمة لن يميز بين مواطن المسلم ومواطن مسيحي المواطن المسيحي الذي يخرج في المظاهرات ضدا عن الانقلاب يقتل هو الاخر ولذلك فنحن ندعو الاقباط الشرفاء ان تنظم جهودهم الى المسلمين ليخرجوا في بوتقة واحدة فانما الشيطان مصر وفرعونها يريد التفريق بين هؤلاء لكي يشتت جهودهم والله تعالى يقول في كتابه الكريم فلا تفرقوا فتذهب ريحكم اي قوتكم انما قوتكم في استمراركم في توحدكم في اخلاصكم لله في الاعتماد على الله وحينها ان شاء الله ستهب نصر الباري تعالى ان شاء الله واقتشاء كيف يشاء حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء وصلى الله على حبيبنا ورحمة الله